لا باسم صمرة هذا شيء لا باسم صمرة انا قلت في لقاءات كثيرة انه دمه خفيف جدا وروحه حلوه ويدي طاقة ايجابية هو مبهج هو اللي بندلنا الابهج ده في الرأس السنة كنت مصور في اسكندرية كان السنة احمد الساعة قاعد ونواه ام لا في الريسابشن لا في الريسابشن تعد التمثال ملبسينه بابا نويل التمثاله والبسله ودخل وهو دمه زي العسل وهو صديقي انا اشتغلنا مع بعض كثير فانا بتعامل مع اساس باسم اساس باسم صمرة الممسد الكبير العظيم بس هو اخويا وصديقي يعني مبكسفش منه اهزر معاه اعمل يعني مثلا مرة جاب لنا سافر رجع يومين كده مصر ورجع جاب لنا فطير مشالتت وعسل وقشته ومرته وبتاع فجاي بقى ويفتح بقى لازم وانا كنت عاملة ضايدة اوه هتاكل وانا بقى عاملة ضايد اصلا ثلاثة ربع الوقت فوق طبعا مقاومتش مش قادرة فكلت في المم ايه وانا بقى حتى يقوله نورني بس حتة مرتة وحتة فتقه هت بس الحتة دي قال لي اذا في ايه انت بتكلم يا عيسا الوزان قلت له يا حبيبي لا باشا عيسا الوزان ده جوا في البلاتو نحن هنا مع بعض هتب قال لي لا هتكلم فانا تقوله هتب احب وعده هداكش فيه وعندما نلعب مع بعض مافيا اقولهم ايه اكيد هو مش هيبقى مافيا محدش يشوك في باسم لان اكيد بوز بوز مش هنخليه مافيان لان هو يبقى انكست قوي فاحنا رحنا حلوة مع بعض وهو عنده حاجات بتميزه انه هو بنصدقه قوي في كل الاحوال